اهلا بكم مشاهدين الكرام قتل وأصيب عدة أشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة الراعي بريف حلب الشمالي الشرقية ووفق حصيلة أولية فإن شخصين على الأقل قتل وأصيب آخرون نتيجة الانفجار الذي وقع أمام مقر للشرطة في المدينة فيما أظهر تسجيل مصور بكاميرا مراقبة لحظة تقدم سيارة نحو الباب الرئيسي للمقر وانفجارها أمامه وثقت حلب اليوم 12 حالة اختطاف في مدينة أسويداء خلال العشرين يوما الأخير قال مراسل حلب اليوم إن حالات الاختطاف تمت على أيدي مسلحين مجهولين وطالت تجارا ومدنيين من العاصمة دمشق وريفها ومحافظتي حلب ودرعا إضافة لمدنيين من سويداء مضيفا إلى أن هذه الحوادث تتكرر بكثرة في المحافظة من قبل عصابة الخطف بهدف طلب فدية للإفراج عن المغتطفين سحبت هيئة تحرير الشام قواتها العسكرية المنتشرة على أطراف مدينة كفرت خارين بريف إدليب الشمالية وفد مصدر خاص لإحلب اليوم بأن المتظاهرين الذين دخلوا المدينة وكسروا الحصار المفروض عليها ساهموا بشكل فعال بالضغط على الهيئة لسحب قواتها التي كانت تتحضر للاقتحام مضيفا أنه تم التوصل لاتفاق بين ممثلين عن أهالي المدينة والهيئة على عودة الأمور في المدينة إلى ما كانت عليه وانسحاب عناصر تحرير الشام وإعادة فتح الطرقات أسس في مدينة رأس العين بريف الحسكة مجلس محلي لإدارة شؤون المدينة التي تمت السيطرة عليها مؤخرا من قبل الجيش الوطني السوري وصرح رئيس الحكومة سورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى في كلمة له خلال انتخاب أعضاء المجلس بضرورة تأمين عودة الأهالي المهجرين من قبل قوات اليابيغي إلى أراضيهم وتقديم مختلف الخدمات لهم عبر المجلس المنتخب قال مراسل حلب اليوم إن عناصر التسوية المنضوين تحت الفيلق الخامس في درعا هاجموا حاجزا لقوات النظام على مدخل مدينة الجيزة واستولوا على أسلحتهم وأقاوموا بإهانتهم مع الضابط المسؤول عن الحاجز وأوضح مراسلنا أن العناصر المهاجمين أطلقوا النار في الهواء عند مهاجمة الحاجز ردا على اعتقال فرع الأمن العسكري لاثنين من أبناء المدينة على أحد الحواجز العسكرية بريف درعا مضيفا أن فصائل التسوية هددت بالتصعيد ضد الحواجز والمفارز الأمنية التابعة للنظام في حال لم يتم الإفراج عن المعتقلين الاثنين قدمت هيئة التفاوض السورية مذكرة إلى الأمم المتحدة طالبت فيها بإيقاف هجمات نظام الأسد على إدلب وحماية المدنيين هناك وذكر حساب اللجنة الدستورية السورية على تويتر أن هيئة التفاوض السورية قدمت مذكرة إلى الأمم المتحدة شددت فيها على ضرورة وقف العمليات العسكرية في إدلب والضغط على النظام لوقف عدوانه وفق المذكرة مؤكدة على أهمية حماية المدنيين وعدم استخدام حجة وجود المنظمات الإرهابية لشن عمليات عسكرية في إدلب نهاية المجز حياكم الله وإلى اللقاء